من جهتها أعلنت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أنها تابعت باهتمام بالغ بيان وزارة الداخلية بشأن إيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين تابعين لخفر السواحل خلال مشاركتهما في تمرين المانع البحري شمال فشت الديبل وأعربت اللجنة عن رفضها لهذا السلوك غير المبرر والذي يتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون وكذلك مع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي وتؤكد دعمها لكافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية وحقها في إبلاغ الأمنة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالواقعة معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذا السلوك الخارج عن القانون ترجمة نانسي قنقر